بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبي بعده مشاهدي قناة عالي الفضائية أهلا وسهلا ومرحبا بكم يتجدد بنا اللقاء في لقاء عامر وفي ظلال وارفة مع القراء والمقرئين في ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي في برنامجكم مع القراء هذا البرنامج الذي يستضيف نخبة من القراء والمقرئين الذين قضوا أعمارا في خدمة كتاب الله عز وجل أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أهلا وسهلا شيخنا وقد عرف عنك المشاهدون سيرة حافلة وسيرة عطيرة في خدمة كتاب الله عز وجل قراءة وإقراء ننطلق معكم وندلف إلى المحور الأول من محاور حلقتنا وهو الكلام عن سيرتكم المباركة بدءا بتلقيكم للقرآن الكريم والقراءات بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم في الله أيمن ابن رشدي ابن الشيخ أمين سويد رحمه الله من مدينة دمشق في سوريا ولدت في دمشق سنة خمسة وخمسين وتسعمائة وألف ميلادية وتعلمت في مدارسها إلى أنلت الثانوية العلمي فرع العلمي ثم انتسبت إلى كلية الهندسة الكهربائية في مدينة دمشق وبقيت فيها ثلاث سنوات هذا من ناحية الأكاديمية ثم تركتها وانتقلت إلى جامعة الأزهر في مصر في القاهرة كلية اللغة العربية وأخذت منها الليسانس ثم بعد ذلك تابعت في جامعة أم القرى في مكة المكرمة فأخذت الماجستير من كلية اللغة العربية ثم الدكتورة من الجامعة نفسها ثم بعد ذلك أخذت دكتورة أخرى ثانية من جامعة الأزهر في القاهرة وكانت بدراسة وتحقيق النصف الثاني من كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام أبو القاسم الهذري رحمه الله وهو أوسع كتاب في علم القراءات وصلنا عبر التاريخ الإسلامي كله تبارك الله إذ فيه القراءة العشر وأربعون قراءة فوق العشر انقطعت أسانيدها للأسف الشديد فصارت من القراءة الشاذبة تبارك الله يعني رحلة ما شاء الله انطلقت من سوريا ثم امتدت إلى مصر ثم إلى السعودية ثم إلى مصر رحلة عامرة جدا نتوقف دكتور عند حفظك للقرآن الكريم متى بدأت حفظك للقرآن الكريم وكيف تلقيتها على يد المشاكل؟ بدأت حفظك للقرآن الكريم كان عمري إثنتين عشرة سنة في الصف السادس الابتدائي وبقيت في الحفظ سنة ونصف سنة ونصف ختمت خلال سنة ونصف وقراءة نعم سنة ونصف وبدأت بالتعليم كان عمري خمسة عشر سنة تبارك الله وأنا الآن عمري ثمانية وخمسين فصار لي في تعليم كتاب الله ثلاث وصار لي ثلاث واربعون سنة ولله الحمد عمر مديد على الطعام اللهم لك دكتور لو انتقلنا من الجانب حفظ القرآن وتلقيك للقراءات إلى الجانب الأكاديمي كيف وظفت هذا الجانب؟ الجانب الأكاديمي تكلمنا عنه أما الجانب المشيخي فقد قرأت ولله الحمد في مدينة دمشق على شيخي الأول الشيخ محيد دين الكردي الذي يعرفه أهل الشام بالشيخ أبو الحسن الكردي قرأت عليه ختمتين الختمة الأولى برواية حفصان عن عاصم ثم الختمة الثانية بالقراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة ثم وقرأت أيضا في دمشق على شيخي الشيخ محمد بن طاه سكر الدمشقي حفظه الله أيضا ختمة كاملة برواية حفصان عن عاصم ثم سافرت إلى مدينة حمص في وسط سوريا وهي تبر عن دمشق 160 كم وتشرفت بالاتصال والتتلمذ على فضيلة شيخنا ودرة شيوخي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى وهو الذي سألقي ورقة بحث عنه في ملتقى كبار القراء الذي يقيمه كرسي تعليم القرآن الكريم بجامعة ملك السعود في الرياض الشيخ عبد العزيز عيون السود قرأت عليه ختمة برواية حفصان عن عاصم من طريق طيبة النشر بأوجهها الواحد وعشرين وجها ثم بعد ذلك قرأت ختمة بالقراءة العشر تدريبا بالإفراد القراءة العشر من طريق طيبة النشر ثم ختمة ثالثة وعليها المعول وهي ختمة الجمع الكبير الذي فيه الأوجه كلها بالقراءة العشر من طريق طيبة النشر ثم رحلت بعد ذلك في مصر إلى الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى وهو صاحب أعلى إسناد في مصر فقرأت عليه القراءة العشر الكبرى من طريق طيبة النشر أيضا ختمة كاملة وبعد ذلك سافرت إلى بلدة في مصر اسمها سمنود في الريف المصري في الغربية وقرأت على شيخنا الشيخ إبراهيم علي علي شحاتة السمنودي رحمه الله تعالى من كبار العلماء في علم القراءات وله تصانيف وله نظم من أجمل النظم رحمه الله وكان في ذلك الوقت مغمورا قل من يعرفه مع أنه علم جليل ثم بعد ذلك ولله الحمد اشتهر وعرف قرأت عليه أيضا القرآن كله من أوله إلى آخره بالقراءة العشر من طريق طيبة النشر ثم عدت إلى القاهرة وقرأت فيها على شيخنا الشيخ عامر السيد عثمان وكان وقتها وكيل مشيخة المقارئ المصرية ثم صار بعدها شيخ عموم المقارئ المصرية قرأت عليه من أول القرآن إلى أول آل عمران بالقراءة العشر الكبرى من طريق طيبة النشر وقد أجازني بما قرأت وبكل القرآن لعلمه أني قرأت على غيره ختمات كاملة وإلا فلا يصح لا يصح أن يجاز الإنسان بما لم يقرأ إن لم يكن قد قرأه على شيخ قبله وتيقن للشيخ الأخير أن فلانا قد متقن لمقارئ تبارك الله شيخنا رحلة كالآن بين كتاب الله عز وجل ثم أكاديمينا التخصص في اللغة العربية ما أثر الارتباط بين اللغة والقرآن الكريم هل له أثر على شخصيته؟ الحقيقة يا أخي الكريم أن أغلب علم القراءات هو لغة تميل فإبدال الهمزة الساكنة بدل يؤمنون تقول يؤمنون هذا لغة ولما تقول والضحي والليل إذا سجي هذه لغة لهجة ولما تقول مثلا الصراطة الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم هذه لغة ولما تقول الصراطة بالصين هذه لغة ولما تقول الصراطة بالصاد المشمت زايا أيضا هذه اللغة فلذلك أنا كانت دراستي في اللغة ولكن لخدمة علم القراءة كل رسائل التي عملتها الماجستير والدكتورة الأولى والدكتورة الثانية كلها كانت في كتب علم القراءة من الخدمة اللغوية لو أتحفتنا دكتور بمؤلفاتك وأبرز مؤلفاتك في مجال القرآن الكريم والتجويد وعلم القرآن أنا أخذت ديسات الماجستير بتحقيقي ودراسة كتاب التذكرة في القراءة الثمان للإمام طاهر بن غلبون من علماء القرن الرابع الهجري توفي 399 في مجلدين وأخذت الدكتورة الأولى من جماعة أم القرى بتحقيقي شرح السمين الحلبي على القصيدة الشاطبية في القراءة السبع وهو من الشروح الموسوعية فأخذت من أول المنظومة إلى أول باب الفتح والإمالة وبين اللوظين في ثلاثة مجلدات ضخام وبعد ذلك كما ذكرت أنفا أخذت الدكتورة في الأزهر في النصف الثاني من كتاب الكامل أيضا في ثلاثة مجلدات ضخام هذا من حيث الرسائل الجامعية من حيث الرسائل غير الجامعية كنت قد أخرجت منظومة المنظومة الجزرية محققة على الطريقة الجامعية في إخراج النصوص ومضبوطة على نسخة موجودة في إسطنبول بخط ناظم ليست بخطه عليها إجازة بخطه وأخرجت منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي وأخرجت منظومة الشاطبية والدرة في القراءة العشر الصغرى ومنظومة طيبة النشر في القراءة العشر الكبرى ومنظومة عقيلة أتراب القصائد في علم رسم المصاحف وأخرجت أيضا ألفت كتابا سميته السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية هذا الكتاب فريد في بابه بقيته في تأليفه سبعا وعشرين سنة وليس له نظير في المكتب الإسلامي فيه عقيل السلاسل الذهبية لأن في النشر في القراءة العشر ألف طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم متداخلة والناظر فيها يضيع فأنا جعلتها على شكل مشجرات هكذا الطريق الأول الثاني الثالث الرابع الخمسمائة الستمائة السبع الألف الألف واحد الألف وثنين فبلغت ألف وثلاثة وعشرين طريق كم مجلد؟ السلاسل الذهبية مجلد واحد كبير كبير تبارك الله ثم بعد ذلك أخرجت في التجويد كتاب التجويد المصور في مجلدين ضخمين ومعه قرص فيه كل الكتاب وفيه زيادات من الأمثلة الصوتية التي قد تفيد إخواننا البعيدين الذين يصعبوا عليه بالوصول إلى المشايخ فيتلقوا منهم أصوات القرآن شيخنا هذا جانب مشرق وكبير جدا لديكم أيضا جانب مشرق كذلك في طريقة التعليم ولكن اسمح لي أن أخذها بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود معكم لنستكمل مع شيخنا الدكتور أيمن فابقوا معنا أحدنا إليكم مشاهدين الكرام فأهلا وسهلا ومرحبا بكم لاستكمال هذه الحلقة الماتعة مع فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد نرحب بك مرة أخرى هياك الله أخي محمد الله يبارك بك دكتور قد عرف عنكم سنوات واستفاد منكم لفترة طويلة تكاد تتجاوز الخمسة عشرة سنة في مجال التعليم الفضائي وإقراء القرآن عن طريق الفضائيات واستفاد منها الكثير فهل لا تفضلت بحديث حول هذه التجربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى أحمد الله الذي تفضل علينا بهذه النعمة نعمة هذه الأجهزة وهذه الاتصالات الفضائية التي إن أحسن استخدامها فنكون قد نفعنا أمتنا نفعا كبيرا وإن أسأنا استخدامها كان وبالها علينا فلله الحمد والمنى تشرفت بأن طلبت مني قناة إقرأ منذ تأسيسها القيام ببرنامج لتعليم القرآن للكريم على أساس أن يكون 30 حلقة كعادة البرامج التلفزيونية فشرعنا بشرح أحكام التجويد وبجزء عما فلما رأوا البرنامج ولله الحمد وكتب الله له شيء من القبول هذا من فضله ومنه وكرمه قالوا نمدد 30 حلقة أخرى فمددوا وقرأنا جزء تبارك ثم بعد جزء تبارك دخلنا على سورة البقرة من أول المصحف ومشينا البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف إلى أن بلغت حلقات البرنامج 320 حلقة مبارك الله كل حلقة بمدة ساعة وأسبوعيا قرأنا فيها القرآن العظيم كله صوت وصورة ختمتين لماذا ختمتين؟ لأنني كنت أقرأ ويردد من خلفي إخوة كرام متقنين طريقة البرنامج؟ تبدأ الحلقة بشرح حكم أو حكمين من أحكام التجويد على شكل وجبة خفيفة من يتابع يستفيد لا نعطي وجبة دسمة طويلة ثم بعد هذه الوجبة نقرأ الصفحة التي بين أيدينا في الحلقة فأقرأ المقطع القرآني ويردد خلفي أربعة أو خمسة من الإخوة المحفاظ المجازين فمتلقي في البيت يسمع المقطع القرآني مرتين يسمعه مني ثم يسمعه مرة أخرى من الشباب الذين يرددون الخلفي فإن فاته شيء لما كنت أقرأ من التركيز انتبه إلى أداء الشباب إذ كلهم متقنون ولله الحمد كم استمر البرنامج؟ استمر هذا البرنامج عشر سنوات ونصف ولله الحمد ثم أيضا رخصنا برنامجا ثانيا إذ عتب علينا إخواننا في المغرب قالوا أليس لي رواية ورش حظ؟ فعملنا برنامجا في ثلاثين حلقة سميناه التلاوة الصحيحة بالرواية ورشا عن نافع ففي هذه الثلاثين حلقة وكل حلقة نصف ساعة شرحنا أحكام رواية ورشا كلها مع أن أحكامه طويلة رحمه الله وأيضا الشباب كانوا متقنين لرواية ورشا على نفس الطريقة أقرأ ويقرؤون خلفي كم جزء سجلت؟ ثلاثين حلقة كل حلقة نصف ساعة لكن عدد الأجزاء اللي قرأتموها قرأنا عمى ونصف تبارك تقريبا تبارك الله تبارك الله كمان عملنا برنامج ثالث في قناة الرحمة أسميناه شموس القراء شموس القراء لم يكن تعليميا في التجويد أو التلاوة وإنما كان تسليط الضوء على شخصيات قرآنية من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرون السابع أو الثامن ما استطعنا أن نصل إلى القرن لأننا أخذنا ثلاثين حلقة كل حلقة ربع ساعة فهذا المرنامج فيه فائدة كبيرة لأنه يبين لنا أن هؤلاء الذين صاروا أئمة في تلك القرون ما صاروا أئمة من فراغ وإنما وراء كل منهم قصة من معاناة ومن تعب ومن سهر الليالي ومن السفر للقاء الشيوخ ومن مخالفة النفس بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى وهل مثلا في المستقبل ممكن تفرغ هذه الحلقات سجعل في كتاب مثلا ولا جعل أصرا نحن في عصر المعلومة المرئية فهو موجود وعادت نشره قناة أهل القرآن وأظنه موجود على اليوتيوب وهذه النقطة اللي بسألك عنها بحكم خبرتك الطويلة في سنوات في الإقراء على طريقة المشايخ والإقراء أيضا بالمرئ أيهما وجدت له صدى أكثر وانتفاع أكثر التقريق عن بعد هذا يعني يفيد أصحاب الذين أعطاهم الله عز وجل الحس الالتقاط فبعض الناس أعطاهم الله حسا في التقليد ما شاء الله يعني يقلدون مئة بالمئة وبعضهم أقل وبعضهم أقل فكلما كان إنسان عنده هذا الحس كلما تابع كلما كتب كلما أعاد يستفيدوا أكثر وحدث معي أكثر من مرة أن اتصل متصل أو متصلة فسمعت منهم تلاوة يعني متقنة بكل معنى الكريمة فأقول أين تعلمت يا أختي من علمك أنا أسألها لأدعو له لأنها متقنة لأدعو لمن علمها فتقولوا لي أنا ما تعلمت إلا من خلال هذا البرنامج فأنا أخجل من نفسي وأني أخجل من الله ما أكرمه سبحانه وتعالى أن أخرج هذه الأدوات في عصرنا يزيد الفائدة الحمد لله اللهم لك الحمد وهذه فائدة المرء سهل التداول سهل النشر في مواقع أكترونية في التواصل اجتماعي سهل وغيره فهي فرصة أيضا شيخ لو انتقلنا إلى محور القراءة القرآنية لو حدثت المشاهد بجزء عن موضوع القراءة القرآنية والفرق بين القراءة المتواترة من الإجمال نحن نعلم أخي الكريم أن العرب يتكلمون اللغة العربية ولكن قد يظن الظان أنهم يتكلمون بالفصحة كلهم أنا أتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا أتكلم عن عصرنا فالعرب في عصر النبوة كانوا مثل عصرنا هذا قبائل وبينهم اتفاق وبينهم فروق جزئية في بعض الكلمات يعني يقول سيدنا أبو هريرة وهو من دوس عبد الرحمن بن صخر الدوسي لما يقول أول مرة أسمع كلمة السكين من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال ما كنا نقول إلا المدية ما كنا نقول إلا المدية إذن حتى العرب في زمن النبوة كان بينهم فوارق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما عرف الأب لأنه ليس من البيئة القراشية وهو قراشي والأب هو ما نسميه نحن البرسيم الحشيش الذي يطعم للبهائم وفاكهة وأبا لكن هذه الكلمات يعرفها الذين يشتغلون بالزراعة وبالرعي فليس كل ما في القرآن من البيئة القراشية لذلك ربي وصف القرآن بأنه عربي بمعنى حوى كلمات من كل البيئة العربية أغلبها من قريش أغلبها من قريش لكن فيه مفردات ليست عند قريش كيف ظهرت القراءات فلذلك لما نزل القرآن وبين العرب فروق في طريقة التصويت بالكلمة لو طولبوا جميعا أن يقرأوا بلسان قريش لصعب عليهم ذلك كأن نطلب نحن من أهل عصرنا أن يتكلموا باللهجة المصرية مثلا أو باللهجة المكية سيصعب عليهم ولن يستطيعوا ذلك لأن هناك فروقا في كيفية أداء بعض الكلمات لذلك الله عز وجل أذن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كما علمتم فأذن الله عز وجل لمن كان معتادا في قبيلته أن يقول والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي أن يقرأ كذلك ومن كان معتادا أن يقول والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي بإيمالة قليلة أن يفعل ذلك وأذن لثالث متعود وهم قريش متعودون على الفتح والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أن يقرأ كذلك من العرب من يقول يؤمنون ومن العرب من يقول يؤمنون ولو طولب كل منهم أن يترك لهجته ويقرأ بلهجة الآخر لشق عليه ذلك فكانت هذه ساعة من الله عز وجل ورحمة وسع بها الأمة ويسر لهم ذلك فلله الحمد والميناء هذا ملخص سريع جدا عن أغلب علم القراءة ربما مسألة القراءة الشاذة والقراءة المتواترة نحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر قرنا وقراءة القرآن الكريم لا تأخذ من المصحف لابد من أن يشافه كل إنسان مننا أستاذه بحروف القرآن وإلا فكيف نفرق بين ألم ترى كيف فعل ربك بإصحاب الفيل وبين ألف لام ميم ألف لام ميم كتبت مثل ألم لكن هذه تقرأ ألم وهذه تقرأ ألف لام ميم فمن الذي يميز بينهما المشافهة من الذي يقول إن تبدو الصدقات فنعم ما هي من من في العميات يقول نعم لو لأن أستاذا يوقفنا ويعلمنا على كيفية التلفظ بهذه الكلمة لذلك نحن تفصلون عن نبي صلى الله عليه وسلم قرون خمسة عشر قرنا وكل واحد من الذين تلقوا القرآن له أستاذ وأستاذه له أستاذ معروفي الأسماء فبعض طرق القراءة التي رويت عن نبي صلى الله عليه وسلم إن قطعت أسانيدها يعني مات النقل النقل مات ولم يكن هناك من يتابع في قيل عن هذه القراءة إنها شاذبة أما من نقل من نقلت قراءته بما يسمى التواتر وهو أن يروي القراءة قراءة عدد يحيل العقل اجتماعهم على الكذب كأن يكون أربعين فما فوق يعني يجتمع على الكذب إثنان ثلاثة لكن أربعين واحد يجتمع على الكذب وخاصة إن كانوا عدول ثقات هذا يحيله العقل فيكون هذا ما يسمى بالتواتر من الطبقة الأولى من طبقة الصحابة التابعين تابع التابعين وتابعيهم هكذا إلى عصرنا هذا بدون قطع القراءات العشر يا أخي الكريم وصلت إلينا هكذا جميل متواترة طبقة عن طبقة يحيل العقل اجتماعهم على الكذب لكن يقرأ بالقراءات الشاذة أما القراءات الشاذة فهي كما قلت لك إما صارت تنقل برواية رجل أو رجلين أو ثلاثة وإما انقطعت انقطع من يعني يقرأ بها من هنا سميت شاذة وشاذة بمعنى شذت عن المقياس يعني عندنا ضابط وهو المقياس النقل أي النقل فبهذا المقياس هي شذت بمعنى خرجت عنه لا معنى شاذة بمعنى أنها يعني قراءة سيئة أو أنها ساقطة حاشا لله جزاك الله خير على هذا البيان والإضاحة الله يحبظ وجزاك الله خير على قبولك لدعوة الاستضارة من البرنامج جزاكم الله خير إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات لا يسعون في ختام هذا البرنامج إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل وأكرره لفضيلة الدكتور أيمن رشدي سويدي رزاك الله خير مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة مع القراء إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر